النهاردة هنتكلم عن ماكينة صغيرة تصلح كبداية لمشروع صغير عندنا في البيت مشروع صناعة الماكرونا طبعا انت ممكن تشوف الماكينة انها صغيرة تستقل بيها لكن الماكينة هتفاجأك انها بتعمل 62 كيلو في الساعة يعني بتعمل نص طن يعني 500 كيلو في 8 ساعات انت ما عليك ان انت هتحط فيها بس الدقيق والمية والملح والبيض ولو احنا عايزين نعمل نوع جودته اعلى نحط عليه حاجة اسمها سميد هي بتبدأ تخلط المكونات دي وتطلع لك الماكرونا وزي ما قلنا كمية كبيرة بتطلع في اليوم الواحد وهي تقدر تشتغل 24 ساعة بس احنا هنبدأ مثلا ب8 ساعات وبتشتغل على كهرابة المنزل طيب انا انتكت الكمية دي بعد كده اعمل بها ايه حسب جودة بقى الانتاج اللي انت مطلعه ممكن لو انت ما عندكش قدرة ان انت تغلف وتعمل اكياس ممكن تبيعه لتجار الجملة اللي بيبيعه للعطارين والماكنة دي على فكرة في منها حجم اصغر يعني لو انت مثلا مش هتنتج كل الكمية دي ممكن تشتري الحجم الاصغر وهي مصنوعة من ستانلستين بس في منها مصنوع من البلاستيك بيبقى ارخص طبعا والحجم الاصغر ده ممكن يفيد روبة المنزل لو هي عايزة تصنع الماكارونة بنفسها في البيت وعلى فكرة بعد ما تطلع كده بتكون طرية ممكن تنشفيها نكتسبيها لمدة 8 ساعات في الهواء الطلق طيب النهار ده تكلمنا عن صناعة الماكارونة قبل كده تكلمنا عن مكينة بتحط فيها السمسي بيطلع لك من الجهة التانية بيطلع طحينة او بتحط الفول السوداني يطلع زبت فول سوداني وتكلمنا عن مكينات تانية بتعمل مثلا الف شب شب في اليوم الواحد وتكلمنا برضو عن مكينات طبع قد كافي اليد ممكن تطبع على اي منتج يعني مثلا على الاقمشة على الجلود على الخشب على الموبايلات الحقيقة في اكتر من 30 مشروع صغير بامكانيات قليلة وفي بدون امكانيات خالص لو ما عندكش ولا مليم هتحتاج مثلا خمسة جنيه فقط تعمل بيها اول مشروع لك الحاجات دي ممكن تلاقوها على قناة اليوتيوب ضمن قائمة المشروعات الصغيرة اللي بنتبناها في القناة